كانت حكومة تصريف الأعمال تعقد صفقة بالطراضي لتنشئ مبنى جديدا في مطار رفيق الحريري ببيروت المشكلة برزت بعد أن تبين أن هناك رائحة فساد حيث أن الصفقة كانت بخلاف قانون شراء العام الذي يقتضي وجود مناقصات تحت إشراف دائرة المناقصات العامة وهذا ما لم يحدث تم إعداد تلك الصفقة بين وزارة الأشغال وشركة لات للنقل الجوي بعقد بقيمة 122 مليون دولار لكن كل تلك التفاصيل سقطت مع إعلان وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية عدم السير بالعقد بناء على طلب من حزب الله بحسب قوله لنشاهد وبناء على طلب من الجهة التي أتشرف بتمثيلها في الحكومة اللبنانية وهي حزب الله وحسما للاختلاف الحاصل والجدل الحاصل أعلنها وبكل شجاعة وبكل شجاعة عدم السير بالعقد وكأنه وكأنه واعتباره كأنه غير موجود وشكرا جزيلا لكم إذن زعم وزير حزب الله أن إعلانه التراجع عن الصفقة موقف شجاع رغم اختلاقه تبريرات قبل أيام لتأكيد قانونية تلك الصفقة لكن ما هو أهم من كل ذلك هو كيف أعد حزب الله تلك الصفقة ثم عاد وتراجع عنها وهل بدأت شوكة الميليشيا تنكسر في لبنان مع مسلسل تورطه بقضايا فساد متعددة باتت مكشوفة ومفضوحة للعيان والمواطنين في البداية نسأل عن شركة لات فنجد أن رئيس مجلس إدارتها هو علم هنة مستشار وزير الأشغال الأسبق غازي زعيتر المقرب من حزب الله والمتهم في قضية تفجير مرفأ بيروت كذلك الأمر ومع إعلان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الأشغال علي حمي توقيع الصفقة بدأت وسائل الإعلام المقربة من حزب الله التهليل للصفقة قبل أن تعود وتهلل لقرار الميليشيا بإبطالها لما يشبها من فساد ومخالفات للقوانين تواصلنا مع مصدر وزري وأكد للحدث أن ما حصل يدل على سيطرة الميليشيا على قرارات الدولة والحكومة فإن أرادت الميليشيا إتمام أي صفقة تفعل دون تردد وغير آبهة للقوانين بحسب ذلك المصدر لكن ما يسأله اللبنانيون اليوم هو هل انكسرت شوكة حزب الله خصوصا بعد رضوخها للمرة الثانية في أسبوع واحد للضغوط التي مرسها اللبنانيون ضد الصفقة المريبة وقبلها ضد مسألة التلاعب بالتوقيت سألنا عضو قتلة تجدد المعارضة لحزب الله النائب أشرف ريفي فقال للحدث يكسر اللبنانيون حزب الله وسلاحه وشوكته عندما يكسرون حجز الخوف تماما كما فعلوا زمن الوصاية السورية ودوما بحسب ما قاله ريفي ترجمة نانسي قنقر